أكيد ألف مبروك للوحدة هارد لك للنصرة أبدأ معك أستاذ أحمد يعني فوز مهم جدا للوحدة للسعادة الوصافة وعاد إلى الفوز من جديد وقلص أيضا الفارق مع المتصدر العين درب يمكن بحجر واحد أكثر من عصفور كل الأصافير اليوم مصطادها بحجر واحد عصفور العودة لنغبة الانتصارات عصفور أيضا المنافسة على الصدارة كسر الفارق بينه وبين المتصدر إلى ست نقاط كلها هذا يعتقد أنها في من الإيجابيات اللي ستساعد الفريق مستقبلا الوحدة لا شك أنه نزل المبروك اليوم لا خيار أمامه حتى يظل مطاردة للمتصدر أو يحقق المركز الثاني على الأقل للكسب فاستطاع من خلال هذا المبروك يخطف الثلاث نقاط ويقدم مستوى إلى حد ما مقبول ومعقول قياسا بالحالة التي كانت عليها المبروك خاصة في النصف الثاني من الشوط الثاني غلب عليها التوتر غلب عليها أيضا قرارات تحكيمية غلب عليها أيضا بعض الألعاب الخشنة فمبروك الوحدة الثلاث نقاط المهمة والوصافة وهارد لك للنصر لا نعلم إلى أين متجه معاديات بالنسبة للنصر دون فوز في الأربع جولات الأخيرة في الدوري فقط يعني كيف تفسر ما يمر به النصر يعني غير مقبول خاصة أنه يمتلك الثاني أقوى هجوم في الدوري نعم أنا أفتكر أنه حقيقة النصر خزى اليماهيره وكله يعني المتتبع لفريغ النصر يعني بيقول أنه النصر ده بنافس على البطولة لكن إذا عدنا لأمبارات اليوم هو لم يكن سيئا ولكن كان الفوز بالنسبة اليوم مهم خاصة هو في ظرف أسبوعين أو عشرة أيام لعب مبارتين ضد الوحدة في كاس الرابطة وردت حزب من المهجر أنا أفتكر أنه النصر يعني يحير الإنسان طيب أستاذ أحمد شو المطلوب من دياس يعني في هذا الحال للعودة لسكة الانتصارات تابعت اليوم حقيقة الاستوديوهات التحليلية المعنية بهذه المبارات تابعت كثير من الأراء في تويتر كل الأراء تجهت صوب دياس ومطالبة من قبل أنصار النصر ومن قبل أيضا متابعين الدوري بشكل عام المحللين والمراقبين في الإعلام للرياضة الإماراتية كلهم يأكدوا أن الخلل الكبير في دياس ولا بد من استبعاده طبعا كانوا يتكلموا أيضا عن نقطة كنا نعاني منها في الدوري السعودي مع دياس عندما كان مدربا هنا وهو إيكان الأمور لابنه ابنه كان مسيطر على كل شيء وربما سبب له متاعب كثيرة ونقل هذه المتاعب اليوم مع النصر في اليوم الحديث لا حديث لكن اليوم كان هناك فرص عقلية عن دياسة والحديث عن ابنه أو تم إضاعتها بالنسبة للنظر بغض النظر في الأول والأخير الخسارة تظل تلغي كل شيء مهما قدمتم أو بينك المدرب لا سيأخذ الكرة من رجل اللاعب لحتى يسجله مكانه يعني هو عطى الخطة أنت هذا كلام المنطقي هذا كلام هذا كلام المنطقي لكن كلام اللي يتحدث من أصحاب الدار القريبين من النصر يتحدثون أن ضرور المدرب لا يقدم العمل المطلوب منه يتحدثون عن ابن دياز أنه المتحكم في التدريب فهذه نقطة عانى منها الهلال في الدور السعودي عندما كان دياز المدرب لا وأقصى بسببها ترجمة نانسي قنقر